اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ناقص 2 لأن الواحد والناقص 2 يعدمان المقام إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل ننطلق في الإجابة على هذا التمرين إذن نكتب هنا دراسة أو حساب مباشرة حساب النهائيات كما تعلمون أبنائي إذن أولا عندنا المثال الأول الذي يقول F لإكس وهي 4 في إكس مكعب ناقص 2 إكس ناقص 1 أكيد في الأول لما إكس يقول إلى ناقص مالا نهاية يسوي تقول القاعدة ماذا؟ بما أن هذه العبرة هي كثير هدود فنأخذ الحد الأكبر أس معنى تصبح لنا تسوينا المت ماذا؟ 4 إكس مكعب لما إكس يقول إلى ناقص مالا نهاية وتسوي يأتي هنا ونعود كأنما ناقص مالا نهاية في ناقص مالا نهاية في ناقص مالا نهاية لماذا؟ لأننا نعوذ ناقص مالا نهاية هنا أربعة في ناقص مالا نهاية كل قوة ثلاثة الناقص في الناقص في الناقص ثلاث مرات يبقى لا ناقص إذن عند الناقص مالا نهاية تعطينا كم؟ ناقص مالا نهاية الآن عند الزائد مالا نهاية إذا وضعنا هنا زائد مالا نهاية وهنا زائد مالا نهاية نضع هنا زائد مالا في زائد مالا في زائد مالا نهاية سهل لنا كم؟ زائد مالا نهاية إذن النهاية هنا في هذا المثال عند النقص مال نهاية وعند الزائد مال نهاية أما إذا سبقت هنا بناقص فيعكس كل شيء لأن هنا زائد مال نهاية ونضربها في هذا النقص بحيث نقص مال نهاية أرجو قد فهمتم الفكرة العامة بعدما أنهينا مع المثال الأول نتطرق الآن إلى المثال الثاني كذلك دالة كثير حدود التي هي لميت ناقص x قوى 4 ثم زائد 3x مربع زائد 7 لما x في الأول يقول إلى ناقص مال نهاية ونساوي بما أنها كذلك كثير حدود نأخذ الحد الأول الأكبر صبح ناقص x قوى 4 لما x يقول إلى ناقص مال نهاية ونساوي عوض هنا بالناقص مال ناقص في ناقص في ناقص أربعة ناقس وعندنا الخامس ها هو إذن بما أن خمسة ناقس سبحانا ناقس مالا نهاية لاحظتم لماذا سبحانا ناقس في ناقس مالا نهاية في ناقس مالا نهاية في ناقس مالا نهاية في ناقس مالا نهاية الناقس في الناقس زائد في ناقس ناقس في ناقس زائد في ناقس هذا يعطينا ناقس أرجو قد فهمتم الآن عند الزائد مالا نهاية كذلك نعوذ هنا بزائد مالا نهاية وهنا بزائد مالا نهاية سبحانه هنا زائد مالا نهاية في زائد مالا نهاية أربع مرة هي زائد مالا نهاية والناقص هذا يجعلها ناقص مالا نهاية إذن النهاية هذه الدل فعند ناقص مالا نهاية وعند زائد مالا نهاية زائد مالا نهاية لا عند زائد مالا نهاية كذلك ناقص مالا نهاية لأنه أعطيت لنا ناقص أربعة هنا زائد في زائد في زائد في زائد زائد والناقص سبحانه ناقص مالا نهاية فقط أرجو قد فهمتم الفكرة بعدها أبناء نأتي الآن إلى المثال الثالث لكن ركزوا الذي هو limit x زائد كم زائد 2 على x ناقص 1 عفوا ناقص 2 لما x يؤول إلى ناقص من النهاية بما أن هذه تسمى دالة كيف تناظرية فتقول قاعدة عند الزائد من ناقص ما نأخذ أكبر حد على أكبر حد معنا نصبح لنا limit x على x هكذا نأخذ هذا مع هذا لما x أولا يؤول إلى ناقص من النهاية يذهب هذا مع هذا كم تصبح لكم تصبح لنا واحد ليس صفر وعندنا كذلك limit f لx لما x يؤول إلى زائد معنا كذلك نأخذ أكبر حد على أكبر حد مثل هذا فتصوير لنا واحد وهنا يوجد لنا التفسير بياني نقول y يسوي لنا واحد مستقيم مقارب موازل لمحور فواصل أو مستقيم مقارب أفقي حتى نفهم جيدا إذن تقول القاعدة إذا حسبنا النهاية عند المال نهاية ووجدناها عدد قيمة منتهية فنقول y يسوي ذلك العدد مستقيم مقارب أفقي بعدما أنهينا الآن عند المال نهاية نأتي الآن إلى حساب النهاية عند الاثنان لماذا الاثنان لأنه يعدم مقام قيمة ممنوعة فتصبح لنا هكذا limit f لx وهي x زائد 2 على x ناقص 2 لما الاثنان يقول إلى الاثنان أولا بقيم أقل تصبح لنا تساوي ركزوا أرجوكم هنا إما أبنائي نعلمكم شيء أنه نأتي إلى وضع هكذا جدول إشارة في المسودة يكفينا في المسودة x وعندنا الإشكال أين هو لإشكاله في المقام فنضع هنا x ناقص 2 نضع جدول إشارة المقام أين ينعدم x ناقص 2 لو جعلناه يسعي صف في المسودة هذا تصبح لنا x يسعي أنه كم 2 إذن نضع هنا 2 هكذا نقول من هنا نفس وهنا عكس حتى نفهم جيدا أنها عبارة من الدرجة الأولى الآن هذه الصفر هنا الصفر هنا نقول بقيم أقل وهنا بقيم أكبر هنا قيم أقل وهنا قيم أكبر فتصبح لنا أعوذ الآن هنا في البسط بقيمة 2 لأن هنا نعوذ بـ 2 وهنا نعوذ بـ 2 في 2 في المقام أكيد يصبح لنا الصفر ولا يوجد عدد على صفر الرياضية لما نعوذ هنا بـ 2 كم تجدون؟ تجدون 2 زائد 2 وهي 4 أكيد المقام صفر لكن انظروا إلى هذه الجهة بقيم أقل ناقص وأي عدد مع هذا الصفر أي عدد على الصفر هو مال نهاية تبقى لنا هنا زائد وهنا ناقص لأن صفر ناقص سبح لنا ناقص مال نهاية أما إذا وجدتم العكس هنا كان عندكم ناقص أكيد سبح لنا هنا زائد وهنا ناقص فتضعون هنا صفر زائد أرجو قد فهمتم الفكرة يعني هذا الجدول سوف يساعدون ثم بعدها نقول limit x زائد 2 على x ناقص 2 لما x يقول إلى الاثنان الآن بقيم أكبر بقيم أكبر ها هي هالي الجهة انظروا ما هو الإشارة إنها الزائد سبح لنا لما نعوذ هنا بـ 2 سبح لنا 2 زائد 2 وهي 4 على الصفر زائد تعطي لنا زائد تعطي لنا مال نهاية وهنا زائد في ناقص في زائد سبح لنا زائد مال نهاية أرفقت فهمتم فقط المقام نحتاج إلى إشارته الآن يقول لحدكم وباذا نكتب في ورقة الإجابة في ورقة الإجابة يمكن أن نكتب هكذا كما يمكن أن نكتب إلا هذه الجواب وهذا يمكن أن لا نكتبه لأن الكثير يقول أن نزعت كلمة الصفر زائد وصفر ناقص لكن هي ما زالت موجودة عادي الآن هنا تقول قاعدة إذا حسبت النهاية عند عدد ووجدت أنها مال نهاية انظروا حسبناها عند عدد ووجدت مال نهاية نقول إكس يساوي ذلك العدد الذي حسبنا عنده مستقيم مقارب عامودي أو موازي لمحور التراتيب إما نقول مستقيم شاقولي أو عامودي أو موازي لمحور التراتيب هذه مثلا بهذه الطريقة كما يوجد لنا طريقة التي هي من مبرهنة موجودة في الكتاب مدرسي السنة الثانية أو الثالثة التي تقول لميت 1 على إكس ناقص آ ناقص قلت آ لما إكس يؤول إلى آ بقيم أقل تساوي لنا ناقص مال نهاية ولميت 1 على إكس ناقص آ لما إكس آ إكس يؤول إلى آ بقيم أكبر تساوي لنا زائد مال نهاية هذه نهايتها نطبق على هذا المثال تصبح لنا هكذا لميت إكس زائد إثنان ضرب واحد على إكس ناقص إثنان لما الإكس يؤول إلى الإثنان بقيم أقل لماذا؟ لأن هذا الكسر كتبته البسط في وحد البسط البسط ها هو في مقلوب أنشره هذا في هذا وهذا مقامه هذا في هذا وهذا في هذا نعود إلى الأصل حتى نفهم جيدا لماذا قمت بكتابة هذه حتى تفهموا جيدا حتى نتحصل على هذا المثال يتطبق عليه هنا فتصبح لنا كم؟ هنا لما نعوذ بالإثنان تصبح لنا أربعة في الأخرى اللي هي كم؟ اللي هي ناقص ما لا نهاية لأن هنا تعطينا قلنا كم ناقص ما لأن هنا كأنما ضعوا هنا الإثنان وهنا إثنان حتى تفهموا المبرحة فتصبح لكم أربعة في ناقص ما لنهاية أكيد إنها ناقص ماذا؟ ناقص ما لنهاية بنفس الخطة الآن نقول limit x زائد إثنان في واحد على x ناقص إثنان لما x يؤلو إلى الإثنان بقيم أكبر هذه بقيم أكبر ها هي قيمتها هي الزائد ما لنهاية وهنا نعوذ بالإثنان زائد ما لنهاية في أربعة إنها زائد ما لنهاية والتفسير البياني هو x يساوي إثنان مستقيم مقالب عامودي أو موازي محور الترتيب أو شاقوني حتى نفهم جيدا يمكن الآن هنا أن نترك أو نترك هذه النعايات لأننا سوف نستعملها في بقية الأمثلة التي بقيت لنا أو نتركها هكذا عندنا كذلك المثال الذي جاء بعده المثال الرابع في المثال الرابع أبنائي عندنا تصبح لنا هكذا limit أكبر حد على أكبر حد يعني نحن نتحدث على هذا المثال أكبر حد على أكبر حد هي تصبح لنا x مربع على x لما x يؤول إلى ناقص ما لنهاية قلت على ناقص ما لنهاية ذهب هذا مع هذا تصبح لنا limit x لما x يؤول إلى ناقص ما لنهاية أعوذ هنا بالناقص ما لنهاية تصبح لكم ناقص ما لنهاية الآن عند الزائد ما لنهاية نضع هنا زائد ما لنهاية وهنا زائد ما لنهاية وتصبح لنا زائد ما لنهاية إذن limit f لx لما x نقص منه وعند الزائد ما أعطت لنا زائد ما يجب التفسير بياني التفسير بياني أنه لا يوجد هنا مستقيم مقارب أفوقي يعني لا يوجد مستقيم ممكن يكون لنا مستقيم مقارب مائل بعدها نأتي الآن إلى نفس الدلة لكن عند النقص ثلاثة لماذا؟ لأن النقص ثلاثة قيمة ممنوعة هنا في المقام بنفس الشيء نقول هكذا limit لهي x مربع زائد ثلاثة x على x ناقص أو زائد ثلاثة لما x يقول إلى الناقص ثلاثة الآن بقيم أقل تسوي الآن لو نعوذ البسط عوذ هنا بناقص ثلاثة سبحي لكم تسعة وعوذوا الآن هنا بناقص ثلاثة ناقص تسعة على ماذا؟ ركزوا جيدا وانتبهوا أرجوكم نقطة نقطة فلا نتعجل وفي المقام لو نعوذ هنا في هذا المثل بناقص ثلاثة ناقص ثلاثة زائد ثلاثة تصبحي لنا كم؟ تصبحي لنا الصفر على الصفر وهذه حالة عدم التعيين كيف نزيلها؟ يمكن أن نزيلها بهذه الطريقة التي هي الطريقة الاختزال كيف؟ تصبحي لنا هكذا limit استخرجوا الـ x على المشترك x في x زائد ثلاثة على x زائد ثلاثة لما الـ x يقول إلى الناقص ثلاثة بقيم أقل يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا limit x لما x يقول إلى الناقص ثلاثة وتسوي لنا عوذ هنا تصبح لنا الناقص ثلاثة بقيم أكبر أو قيم أصغر كلاهما تصبح لنا limit كذلك f لـ x لما x يقول إلى الناقص ثلاثة بقيم أكبر كذلك بما أن توطينا هذه القيمة فتصبح لنا كم؟ ناقص ثلاثة فقط أبنائي إذا لاحظتم ما احترام أنه دائما x هنا لا يساوي الناقص ثلاثة كاحترام مجموعة التعريف لأنه لا يمكن إحداث أي تغيير على عبارة دالة حتى نحترم مجموعة التعريف إذن بعدما أنهينا مع هذه العبارة وجدنا أن النهاية عند الناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة في كلا الطرفين هل يوجد لنا نهاية؟ هنا لا يمكن أن نقوم مستقيم إنما النهاية الدالة عند الناقص ثلاثة هي ناقص ثلاثة بعدها أبنائي بعدما أنهينا مع هذا المثال وطبقنا قاعدة الاختزال نأتي الآن إلى المثال الخامس مثال الخامس وهو limit 2x زائد 1 ناقص 1 على x ناقص 2 أولا لما x يقول إلى ناقص مالا نهاية هنا المعروف أنه limit 1 على x ناقص 2 لما x يقول إلى الناقص مالا نهاية هذا يصبح لكم 1 على المالا نهاية لأنه لو نعود يصبح لنا 1 على المالا نهاية وهي 0 معنى هذا الجزء يذهب إلى 0 لأن هنا لو عوضنا بالنقص مالا نصبح لنا 1 على ناقص مالا هو 0 الآن نأتي إلى هنا ونعوض كم تصبح لنا 2 في ناقص مالا نهاية؟ إنها ناقص مالا نهاية الآن عند الزائد مالا نهاية تصبح لنا limit f لx لما x يقول إلى زائد مالا نهاية إذن هنا هذه كذلك هنا عند الزائد مالا نهاية هذه تصبح 1 على المالا هي 0 بما أن هذه تذهب إلى الصفرة فهو عوض هذه إلى هنا تصبح 2 في الزائد مالا إنها زائد مالا نهاية أرجو قد فهمتم عند الزائد مالا والنقص مالا بقيت لنا الآن عند الزائد مالا لأنها قيمة ممنوعة لأنها تعدم المقام نطبق على نفس الحالة التي تطبقناها على الحالة الثالثة فتصبح لنا هكذا limit 2x قلنا زائد 1 ناقص 1 على x ناقص 2 لما x يقول إلى 2 بماذا بقيم أقل هكذا هذا رمز قيم أقل تصبح تساوي الآن الإشكال ليس لما نأتي هنا نعوض أكد تصبح لنا 4 وزائد 1 تصبح لنا 5 لكن الإشكال يصبح لنا في هذا المكان عندنا كذلك أبناء limit 1 على x ناقص 2 لما x يقول إلى الزائد 2 بقيم أقل قلنا هذه تعطي لنا ناقص مالا نهاية والناقص هذا التي سبقت قبله ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا زائد مالا نهاية مثل ما تحدث أو أن نأتي إلى جدول الإشارة كذلك لهو x ناقص 2 نضع هنا الإثنان هكذا من هنا نفس ومن هنا عكس من هنا صفر ناقص ومن هنا صفر زائد يعني هنا صفر ناقص وهنا صفر زائد لأن كلمة ناقص معنا صفر ناقص والزائد معنا صفر زائد حتى نفهم جائدا فأصبح لنا هنا 1 على صفر ناقص هي ناقص مالا نهاية والناقص بحل زائد مالا نهاية ثم عندنا نفس الشيء لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر نطبق على تصبح لنا هذه تعطي لنا زائد مالا نهاية والناقص تصبح لنا ناقص مالا نهاية هنا التفسير بياني هو x يساوي لنا اثنان مستقيم مقارب عمودي أو موازي لمحور التراتيب فقط أرجو قد فهمتم إما تستعملون تلك المبرهنة التي تحدثوا عليهم أو تستعملون الإشارة نأتي الآن إلى المثال السادس الذي هو limit limit x مربع زائد 2 ناقص 2 على x ناقص زائد 4 وقع الكل مربع لما x يقول إلى ناقص مالا نهاية هنا مباشرة أكيد لو نأتي إلى هنا ونعوذ بالنقص مالا نهاية ناقص مالا نهاية زائد 4 وهي ناقص مالا نهاية زائد مالا نهاية 2 على المالا نهاية أكيد هذه يذهب إلى الصفر نأتي بهذه ويعوذ هنا تسبح لنا زائد مالا نهاية مربع لهو زائد مالا نهاية بنفس الخطة الآن limit f لما x يقول إلى الزائد مالا نهاية نفس الشيء هذه تسبح لنا 2 على المالا نهاية سوف يذهب إلى الصفر ونأتي بهذه هنا نعوذ بالزائد مالا نهاية تسبح لنا زائد مالا نهاية زائد 2 تبقى لنا زائد مالا نهاية أرجو قد فهمتم عند المالا نهايتين بقيت لنا الإشكال الآن عند الاربعة الان بقيت لنا هنا عند الاربعة اللي هي عند اكس ناقص اربعة لكل مربعة تنعدم عند الاربعة هنا ابنائي عليها ان اذكركم كذلك بقاعدة او مبرهنة اللي هي لميت واحد على اكس ناقص ا الكل هكذا مربع لما اكس يؤلو الى ا دون ان نذكر بقيم اكبر او قيم اصغر لانها مربع تسألنا هذه زائد ملا نهاية معناه لما نقول على مثالنا هذا هو ولميت اكس مربع ناقص اثنان زائد او زائد اثنان ناقص هكذا ناقص نضع هنا ناقص اثنان على اكس ناقص اربعة الكل مربع لما الاكس يؤل الى ماذا الى الاربعة هذه طبقا لهذا القاعدة انظروا كم تعطي لكم زائد ملا نهاية وهذا الناقص يصبح لنا الناقص ملا نهاية فقط ارجو قد فهمتم لان هذه تشبه هذه الا انه هنا الاثنان الاثنان عدد مجم يعني لا يحدث شيء هذه بهذه القاعدة ونقول اكس يساولنا اربعة مستقيم مقارب عمودي او شاقول هذه اذا طبقنا هذه القاعدة اللي هي موجودة باللون الاخضر يمكن ان نستعمل الجدول الجدول هنا كذلك لاحظوا اذا قلنا اكس ناقص اربعة اعفوا اكس ناقص اربعة هنا هكذا هنا نفس وهنا عكس لكن نحن لا نملك تلك بل نملك مربع التربيع اذا ربعنا هنا هكذا فاكيد هنا نربع تربيع النقص ماذا يطيقنا زائد والتربيع الزائد يصبح زائد يعني من هنا سفر زائد ومن هنا كذلك سفر زائد لانه انظروا كلمة زائد معنا سفر زائد فماذا ينتجه لنا هكذا لميت اكس مربع زائد اثناني ناقص اثناني على اكس ناقص اربعة لكل مربع لما ال اكس يؤول الى الاربع هنا بقيم اقل او قيم اكبر هنا تصبح لنا هنا صفر اثنان على هكذا لاحظوا ماذا تصبح تصبح لكم في هذا المثال هنا في هذا الجزء بحينا اثنان على صفر زائد وهي كم زائد ما لنهيه والناقص تصبح لنا ناقص ما لنهاية ارجو قد فهمتم ويبقى لنا دائما تفسير البياني هو اكس يساوي اربعة مستقيم مقارب عمودي بعدما انهينا مع هذا الجزء نأتي الان الى المثال الاخير عندنا كذلك اللي هي هذه الدلة الناطقة اللي هي limit اكس مربع ناقص واحد على اكس مربع زائد اكس ناقص اثنان لما الاكس يقول اولا الى ناقص ما لنهاية بما انها دلة الناطقة تقول اكبر حد على اكبر حد يعني هذا مع هذا صبح لنا لنواعى حل دلهم اكس مربع لوين اكس يقول اغين اكس يولا الى زائد ما نهاية يساوي هذا يذهب مع هذا وتصبح لنا واحد هذا الأمر يقرر كذلك عند الزائد ما هنا كذلك عند الزائد ما نهاية اعتذر هنا ذكرت ان زائد ما هنا لون ف Одلا وهو هناا كلاهما يعني يصبح لانا واحد هذا الشميد اكبر 6 على اكبر-هد ونقول التفسير بياني ايجغ اي siteYN واحدا مستقيمم مقارب يا افقي ارجو قد فهمتم يعني الأمر جد وبسيط الآن يبقى لنا عند الواحد والناقص اثنان لأنهما يعدمان المقام أولا لو نأتي مباشرة ونقول هكذا إكس مربع ناقص واحد على إكس مربع زائد إكس ناقص اثنان لما الإكس أكيد أولا ينطلق إلى الواحد بقيم أقل يصبح يساوي أركزوا هنا أرجوكم إما أن نستعمل الجدول وأمره جد بسيط انظروا هكذا وهكذا وهكذا هذا المقام أكيد يعدم عند الواحد وعند الناقص اثنان معناه إكس مربع زائد إكس ناقص اثنان ينعدم عند الناقص اثنان وعند الواحد ونضع رمزه الانعدام هكذا انظروا وتابعوا هنا تقول قاعدة نفس نفس وداخل مجال جدرين عكس معناه من هنا صفر زائد ومن هنا صفر ناقص ومن هنا صفر ناقص ومن هنا صفر زائد يعني كلمة زائد معناه صفر زائد الآن تعالوا نعوذ الآن بـ ننطلقنا بالواحد أتينا بالواحد عوذوا هنا بالواحد تصبح لنا واحد ناقص واحد لهو كم؟ هو صفر والمقام كم يعطي لنا؟ كذلك صفر حالة عدم التعيين ما علينا إلا لما نجد صفر على صفر أن نفكر في عملية اسمها الاختزال كيف ذلك أبنائي؟ دقيقوا أرجوكم نقطة طوالة لا تعجل كيف تتم؟ قلت لما نجد صفر على صفر والأمر متعلق بكثير الحدود على كثير الحدود نستعمل الاختزال تصبح لنا هكذا X مربع ناقص واحد اللي هو المتطابق الشعير قم ثلاثة اللي هو X ناقص واحد في X زائد واحد على هذا كيف يحلل؟ يحلل بما أنه عنده جذور تصبح لنا X ناقص واحد هكذا في X زائد اثنان وتعالوا قموا بعملة نشر هذه أليس تجدون هذه؟ نعم كل عبارة إذا علم جذرها تكتبوا A في X ناقص X واحد في X ناقص X اثنان X واحد والX اثنان هما هذه حتى تفهموا جيدا والA هنا واحد أرجو قد فهمتم يعني هذه قواعد قرئ درست في السنة الثانية والأولى وتصبح لنا هكذا فماذا يحدث مع X يأول قلنا إلى الواحد بقيم أقل أو قيم أكبر مع X لا يساوي قلنا ناقص واحد عفوا واحد وX لا يساوي ناقص اثنان يحدث هذا الاختزال الآن عوضوا الآن هنا بالواحد وعوضوا هنا بالواحد سبحانا اثنان على ماذا؟ على ثلاثة إذا نهاية الدالة هذه F عند الواحد بقيم أقل وبقيم أكبر تصبح لنا اثنان على ثلاثة لماذا؟ لأن هنا وجدنا صفر على صفر وأنا قلت عدة مرات صفر على صفر في الدول كثير الحدود الحل هو الاختزال بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى الناقص اثنان سبحانا هكذا limit X مربع ناقص قلت X مربع ناقص واحد على ماذا؟ على X مربع زائد X ناقص اثنان لما X يؤل إلى الناقص إلى الناقص اثنان بقيم أقل يساوي لماذا عند الواحد لم أقول بقيم أقل لأنه تم الاختزال فأصبح الواحد لا يؤثر على المقام أما هنا ما زال يؤثر هذا الاثنان لما نعوض أكيد تصبح لنا عوض الآن هنا بالناقص اثنان وهنا بالناقص اثنان وهنا بالناقص المقام أكيد يعطي لنا الصفر أما البسط لما نعوض هنا بناقص اثنان مربع هو أربعة أربعة ناقص واحد هي ثلاثة لكن الناقص اثنان بقيم أقل انظروا بقيم أقل يعني قيم أقل نتجه نحو النقص ملانية أنها نقص ملانية وهي زائد ملانية ليعطت لنا صفر زائد ثلاثة على صفر زائد إنها زائد ملانية الآن لميت كذلك ف لإكس لما الإكس يؤول إلى الناقص بقيم أكبر بقيم أكبر ها هي أمامكم تصبح لنا تساوي لما نعوض في البسط نجد ثلاثة والمقام نجد صفر لكن بقيم أكبر انظروا الإشارة التي نتحدث عليها إنها ناقص عدد على صفر هو ملانية حرب الإشارات إنها ناقص ملانية ماذا نقول نقول إكس يساوي ناقص إثنان مستقيم مقارب عمودي أما الواحد فلا يمكن أن نقول عليه مستقيم مقارب لأن وجدنا أن النهاية عند الواحد قلت النهاية عند الواحد وجدناها إثنان على ثلاثة معناه يوجد صورة الواحد بالدلة حتى نفهم جيدا يا أبناء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله